اهلا بحضراتكم في هذه التغطية شاهد هوات الفلك والظواهر الفلكية مساء الاثنين اول خسوف كمري في عام عشرين اربع وعشرين وهو من النوع شبه ظلي ولان يرى في مصر والمنطقة العربية ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان للعام الهجري الحالي الف واربعمائة وخمسة واربعين وهذا الخسوف لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ويمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها جزء كبير من قارة اوروبا ويضا الشمال وشارك قارة اسيا وجزء كبير من استراليا ويضا امريكا الشمالية والجنوبية وجزء كبير من قارة افريقيا والمحيط الاطلسي والمحيط الهادي والقارتين القطبية الشمالية والجنوبية وعن تفاصيل هذا الخسوف قال دكتور ياسر عبدالهادي أستاذ أبحاث الشمس ورئيس قسم معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحث الفلكية من القرى الأرضية تشهد الاثنين في الساعة السادسة وثلاثة وكمسين دقيقة واحد عشر تانية صباحا أول خسوف للقمر في عام عشرين أربعة وعشرين وهو من النوع شبه ظلي لكنه لن يرى في مصر والمنطقة العربية وأشار دكتور ياسر عبدالهادي في تصريحات خاصة لليوم السابع أن هذا الخسوف يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر رمضان العام الهجري الحالي ألفين وأربعمائة وخمسة وأربعين موضح أنه في هذا الخسوف سيغطي شبه ظل الأرض خمسة وتسعين فاصل ستة من عشر في الماء تقريبا من قرس القمر وستكون ذروته في الساعة التسعة وثلاثة عشر دقيقة وتسعة وكمسين ثانية صباحا وينتهي في الساعة الحدية عشر واثنين وتلاتين دقيقة وثمانية عشر ثانية صباح حيث تستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وتسعة وتلاتين دقيقة تقريبا ومن جانبه قال أستاذ الفلك بالمعهد القوم للبحث الفلكية دكتور أشرف تدرس أن خسوف القمر لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر بدر أي عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر ليسقط ظل الأرض على القمر وأضف أنه تأكيدا لذلك فإن بدر شهر رمضان سيكتمل في ذات الاثنين في الساعة التسعة ودقيقة واحدة صباحا وتبلغ نسبة لمعانيه مئة المئة أيضا يشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروح الشمس في صباح اليوم التالي أيضا أشار إلى أن بدر رمضان سيبدأ في التناقص تدريجيا بعد ذلك إلى أن يصل تربيعه الآخر يوم الثلاثاء الموافق الثاني من إبريل المقبل في الساعة الخمسة وستة عشر دقيقة صباحا وأوضح أن القمر ثلاث أوجه يمر بها بعد ميلاد الهلال وهي التربيع الأول وفيه تكون نسبة الجزء المضاء من القمر خمسين دقيقة خمسين في الماء وهو ما يعني وصول الشهر الهجري لمهاية أسبوعه الأول ثم يكتمل القمر بدرا في منتصف الشهر الهجري والتربيع الأخير وفيه يتناقص البدر تدريجيا ليشغل الجزء المضاء منه نصفه فقط ونوه إلى أن بدر شهر مارس يعرف عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء أشهرها القمر الدودي حيث يكثر ظهور ديدان الأرض في هذا الوقت من العام وأكد أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التدريس والفوهات اللابوركتانية والحفر النيزقي على سطح القمر وذلك باستخدام النظرات المعظمة والتليسكوبات الصغيرة يعني دي كانت أبرز التفاصيل الخاصة بأول خصوف قمري في عام 2024 ومستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تليفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرات شكرا جزيلا لحضرات